التقى وزير السياحة والأثار شريف فتحي بسفير سنغافورة بالقاهرة ورئيس تنفيذي لشركة المنظمة لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة شاهد اللقاء مناقشة إمكانية مد فترة إقامة المعرض في محطته القادمة بالعاصمة اليابانية توكيو من ستة أشهر إلى تسعة أشهر كما تم التباحث حول مد فترة تنظيم المعرض وإقامته في عدد آخر من دول العالم